مرحبا فيكم جميعا معكم سام كرجي واليوم بالفوتوشوب رح نعرف كيف نعمل فوليوماتريك لايت افكت متل هيدا الصورة هيدا الصورة صارت هيك من بعد ما كانت بهيدا الشكل على هيدا التأثير هتسأله مسلا انا شو فيني استفيد منه بغير صور غير اللاندسكيب يلي هي متل ما شفتوها هلأ في كنت استعملوها للاركيتكتر مسلا ازا كنت استعملوها للايت سورس ازا فايت من الشباك او اي محل مسلا غير اركيتكت او تستعملوا مسلا للصور شو ما كانت التصميم واسع جدا ما فيكم تحطوا شغلة بهايد الشغلة بس فمخيلة هي اهم بس نحنا هنعرف كيف نعمل هالتكنيك بالفوتوشوب ها هيدا الصورة اللي استعملتها شفتوها هلأ هطبق عليها ارجع كمان اول وجديد اه اللي عملته هو انه هيدا اللير بعد ما بدي استعمل بس المطرح السماء يلي هو تبعي بها الصورة تمام يلي هو الشمس بس انه السماء يلي هو تبع الصورة فهروح انا هون على سيلكت كالو رينج ها من الهايلايتس ها استعمل الرينج تبعه ها عدل بالرينج لحتى الفزنس خليوه شوي بالتحت لحتى نعرف وان عم نعمل سيلكشن او يعني تقريبا ما فيني روح كل السماء وما فيني اعمل هون اوكي بتستعمل الامات اللي بتكون ايا الفزنس شوي منزيده حسب الصورة بس ما بدي بيين كتير لهون لحتى ما يبين البيت قبل ما يبين البيت شوي صغيري اوكي بيبين هول كل شي بس في اشي امور هوني انا ما ما بيحاجه له وما لازم تكون فكيف بدي اعالج هالموضوع بالكويك سيلكشن تول او دابليو عالكيبورد مهم بدلني كيبس عالكيبورد بيتحول عندي للمينوس فبس برسم محل ما انا ما بدي يكونوا هول موجودين فيني كبر البراش وضلني كيبس والت وهول الاشي بشيلون حتى هول اللي هون فيني شيلون اه كل شي ما قالوا عازي انا اللي اخترت هالصورة شوية عادة في صور تكون اسهل بس لحتى تقدروا تعرفوا وتتعاملوا مع هاك صور ازا حابين اه تشتغلوا على هاك صور فهيدا كتير سمبر يعني هون احض اوكي تمام هول دي كل شي هلا انا عامل بس للسما عالكيبورد راحيك بس كونترول جاي هاعمل بس للسما حتى تشوفوا هعمل نيو سوري هعمل نيو صولد بلون الاسود راح حطها تحت منا بس هادي كلمان تشوفوا انو انا عمل بس للسما هارجي اعمل ادليتي تمام على هيدا اللي ير اللي عمتالة اه راح حولها لا سمارت اوبجيكت راح تكليك كونورت سمارت اوبجيكت تتحول هلا اه ليه حولت لا سمارت اوبجيكت سمارت اوبجيكت فيه له كتير حسنات ازا حابين اه تعرفوا عن شو سمارت اوبجيكت اه اديش بفيدنا اه بس اكتبولي بالكومنس لا حتى عارف ازا فيه اه اكترية حابين يعرفوا عن سمارت اوبجيكت وشو اهميته ما راح حكي فيه لانو شوي بده شرح هارجع على الفوتوشوب اه هلا هيدا اللي ير حطب علي الفوليوماتريك لايت افكت بس شو هي الفوليوماتريك لايت افكت هاروح على الفلتر بلير راديل بلير اه حامل هون زوم وخليها باست دي كواليتي الامونت هزيدها قد ما في مشكلنا ما فيك تفيك نزيدو كله حالي نعملها كله سوا تمام واللايت سورس هيجي من فوق انا حتخيلوا من هون مسلا جاي او حسب اللايت تقريبا من هون يلا هو به هالشكل وحشوف انا هون الخيوط كيف جايين به هالشكل تمام اوكي حاكبس اوكي حيعمل بروغرس هلا يمكن ياخد شوية وقت حسب الصورة قدها حجمها اذا حجم كبير الصورة هلا هون الصورة لما استعملها حجم كبير اه فبدا شوية وقت لحتى يعمل بروغرس هننطر اوكي من بعد ما خلص البروغرس هتشوفوا انه اصار في عندي لايت ريز موجود بالصورة بس بعد ما خلصت ها هيدا اللاير رح هغير البلاند ستايل طبعا من النورمال للايت ان رح شوي قلل اوباسيتي تقريبا تمانين بالمية هعمل دوبلي كايد كونترول جاي هتشوفوا انه كتر شوي كتره كمان هقل شوي اوباسيتي وحعمل دوبلي كايد كمان مرة تالتة تمام وحزغر شوي اوباسيتي هلا هتقولولي اللي اعملت تلات مرات وعم زاقل اوباسيتي بدلا ما تعملها مرتين اه حتفرق وجربوها انتو هتشوف الفرق ما ما هقدر اشرحها بها السهولة لانه خلص اعملوا هالطريقة هتشوفوها افضل من انه في كونة نان لاير باوباسيتي مية بالمية هعمل لكل سوا اه هعملوا بفولدر لوحده او كنترول جي جي عالكيبورد لحتى يكون في فولدر معين فيني ازا بدي اعمل مسلا وطي شوي حسب انتو بتحبو او فيكم تخلوه متل ما هو هيك هلا اه كله تمام خلصت كل شي بس انه بعط فيه علي انه اعمل ساتشوريشن هيو اللي حتى ثبت الالوان الرادس بنزيد شوي نتحكم شوي الالوان نعملوا شوي النمط خريفة يعني بشكل سريع راح اعمل color correction grading صوري لصورة الجرين ما بده منو الصيان نزيد شوي يعني بشكل سريع حم بعملكون اوكي هير طيب وشوية curves black points highlights down mid tones اوكي تمام هيك انا بكون عملت الصورة متل ما شفتوها اول شي فهذا هو volumetric light effect ان شاء الله تكونوا عم بتستفيدوا متل ما دلكن هاتو بتستعملو او فيكم تستغلو لعدة صور مش مش ضرورة تكون land escape او تكون architects او interior حسب ما انتم بتشوفو فان شاء الكم عم بتستفيدوا ما تنسوا subscribe like share وبالcomments فيكم تستغلو الcomments تسألوني عن اي شي بتكون اياه او مسلا حابين تتعرفو او اه تسألو عن طريقة اي طريقة هادلكن عليها هلا بدي اشتركوا في القناة باي